دعاة الحق التي يستجرون بها دعاة الحق ولذا على الإنسان أن يعود نفسه حسن التعامل مع هؤلاء الذين يريدون صد الخلق عن دين الله وانظر لسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم كيف آذاه قرابته وحاولوا صد الناس عنه ولم يتركوا طريقا من طرق الأذى إلا وسلكوها مع المصطفى صلى الله عليه وسلم وسنة الله جارية في الكون أن الدعاة إليه تكون لهم العاقبة الحميدة دنيا وآخرة ينصرهم الله ويرفع درجاتهم ويعزهم ويجعل لهم المكانة العالية في نفوس الناس وانظر لقول الله جل وعلا إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وانظر لقوله جل وعلا وكان حقا علينا نصر المؤمنين وقوله سبحانه ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون ولكن ذلك مربوط بنصر دين الله والقيام معه والدعوة إليه كما قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم وكما قال جل وعلا ولينصر أن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور ولله عاقبة الأمور وكما قال جل وعلا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا